من وقتكم دقيقة واحدة أنا رجال أبغى أقول كلمة في خاطري الشيء الأول الواحد أنا بالنسبة لأنا الشخص اللي يتجمل معي وما أقدر أرد له جميلة ما أجحده ولا يجحد معارف الرجال اللي أخسر الرجال ما يجحد معارف الرجال اللي أخسر الرجال ورب محمد أنكم ما قصرته اليوم خصوصا جاء والقادح وبقية الداعمين والمكبسين والمشايرين ورب محمد ما قصرته اليوم فعلا فعلا البث برعايتكم الله يسخر لكم السموين فيها والأرض من عليها والله يعزكم ولا يعز عليكم وجاء ما هي غريبة عليه ورب محمد يا جاء ما هي غريبة عليه والقادح ما هي غريبة عليه الرجال جي شروه من عندي يشروه من يسمعني الله يعزك ولا يعز عليك يا حبيبي خلاص يا جاء الله يسعد روحك تبقى أنت تقول أبغى في الحفتة الله يجعلها مهابة طلعا فيه ويكثر خيرك ويجود عليك لكن قبل ما يطلع يا عيال دخلكم ضيفوا ضيفوا يا عيال دخيل والديكم هيا ضيفوا دخلكم يا عيال الصباح بركة والأرزاق تتقسم في الصباح ترى الحمد لله والله أن هذا الفضل من الله سبحانه وتعالى وأنها دعوة تومي ذي كاي طب ثمانية وثلاثة يلا توقعنا على الله طب ثمانية وثلاثة من فيها مقفلة أوه اللي اسمها قمر أوه عرفتها عرفتها تيه عرفتها ها تقول جايتك جايتك هاصبره والله أنها تقول جاي يا عيال شفتوا سناباتي اليوم أضفتوني في السناب وشفتوا الفعاليات اللي سويتوها لكم ترى أني رحت متحف وسويت لكم فعاليات وسويت لكم أشياء والله العظيم ما عمري سويتها في السناب شوفوها وأعطونا رأيكم شفناها طيب علمونا وش رأيكم فيها عجبتكم قرت سناباتك حلوة حكمة قرة حلوة الله يسعدكم والله أن يعني أنا قدم أتعب يعني هدفنا إرضاءكم يعني والله تحسبون السناباتي صورتوها لي أنا ما يبلي هاري لكم أنتو عشان تشوفوا تتعرفون على المكان تتعرفون على مكة وش عندنا في مكة سمعت أنا بحكم أني يعني أحد مشاهير مكة ويمكن أكون يعني أكثر أكثر مشهور في مكة عنده جماهيرية أنا قطعت عهد على نفسي أي فعالية في مكة أروح أصورها سواء جاتني دعوة ولا ما جاتني دعوة أنا شخص محسوب على مكة لازم أرفع أرفع من مكة مرفوعة من الله سبحانه وتعالي لكن نرفع أن نوريهم أنه عندنا فعاليات عندنا مهرجانات عندنا أشياء نسويها في مكة فهمتو وأسأل الله العظيم أنه يجملنا وش اسمك في السنابي سنابي فالبايو فديت روحك